السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعاً زي ما قرأته بالغلاف في هذه الحلقة أنا كنت واعد أن أعمل حلقة خاصة ولكن اللي صار أني أنا جمعت كل المعلومات بحلقة وحدة اللي هي اللي لها علاقة أو اللي شي بكسوف الشمس الهجين والضج اللي صارت عليه والترهيب الكبير والدمار اللي بده صير من الكسوف تراجع عطارد اللي برضو رح يصدف برضو بنفس فترة الكسوف في نفس الأيام يعني وأنا مرتبلكم إياها وأيضاً قلت أنا أنه في الخطر القادم أو الشي اللي أنا متخوف منه فلكياً والحسابات الفلكية وهذا الشيء رح يبدأ ملامحه أو بدأت ملامحه تحديداً ولكن القادم شوي عليه علامات استفهام فحبيت أني أنا أشارككم بهذه المعلومات طبعاً هذا الجزء تحديداً رح يكون في نهاية الحلقة على أساس أنه اللي بدي يسمع الكسوف رح أبدأ بالكسوف بعدين رح أحكي عن تراجع عطارد ولكن التوقعات للكسوف وتراجع عطارد مندمجات مع بعض بنفس التأثيرات وآخر شيء رح أحكي عن الزاوية الفلكية والشيء اللي أنا يعني بحاسس أنه بنسبة علي جداً رح يصير يعني والله أعلم طيب الحديث أول إشي عن الكسوف الهجين والكسوف الهجين يعني هذا شيء مش شيء غريب ومش أول مرة بصير يعني بصير كثير بس يعني ما بنحكي عنه إحنا بنحكي عنه الكسوف ككل يعني بلشوا بعض الأشخاص يعني يجيبوا معلومات علمية على أساس يطعموها هيك مع الأشياء اللي عندهم عشان يطلعوا بأشياء يعملوا عليها ضجة فهذا أمر مش أمر غريب الكسوف الهجين معناه أنه في منطقة اللي هي منطقة الذروة إحنا بنسميها بتشوف الكسوف مكتمل اللي هو الحلقي اللي بده يصير ولكن من أطراف أخرى من الدول بتشوفه جزئي ما بتشوفه بالشكل المكتمل ليش؟ لأنه أول شيء يعني إلها طريقة حسابية ما بنه ندخل إحنا من ناحية علمية ولكن أنا بدي أنصحكم بشغلة اللي حاب يعرف معلومات علمية عن هذا الموضوع عندكم موقعين اللي بيعرف لغة إنجليزية يدخل على موقع ناسا بلاقي هاي المعلومات موجودة اللي بيعرف لغة عربية يروح على الويكيبيديا يكتب كسوف الشمس 2023 بطلع عليه اللي نحكي على معظم القنوات يعني اللي سرقوا كل المعلومات وحكوها والنسبوها وعلى إنهم علماء وبتفزلكم مش عارف إيش هي موجودة على ووكيبيديا ووكيبيديا أساساً مخذيتها من موقع ناسا باللغة العربية عشان أختصر عليكم الموضوع طيب هسا بالنسبة عشان نحكي معلومات اللي هي المهمة الكسوف الهجين رح يكون يوم عشرين أربعة الساعة أربعة واثنعشر دقيقة صباحاً يعني هاي ذروته هاي الفترة الفيصلية ببدأ الكسوف الساعة وحدة وأربعة وثلاثين دقيقة صباحاً بتوقيت جرينتش يعني بتبدأ بدايته لا يصل للذروة وإن الساعة أربعة واثنعشر دقيقة صباحاً بقعد تقريباً يعني بدنا نقول دقيقة وشوي هي يعني بالحسابات بطلع ستة وسبعين فانية تقريباً اللي هي ذروة تشكل الكسوف بعدها بنتهي الكسوف بظل الساعة ستة وتسعة وخمسين دقيقة صباحاً بتوقيت جرينتش وبنتهي نهائياً وبكون القمر خلاص انتقل أساساً من برج الثور بنتقل لبرج الجوزة وكل كسوف بيتبع بعد أسبوعين خسوف الخسوف الجاي اللي هو الخسوف الجزئي رح يكون للقمر يوم خمسة خمسة ساعة يعني في ساعة المساعة الخمسة ونص تقريباً مثلاً الكسوف القادم رح يكون يوم أربعة عشرة الفين وثلاثة وعشرين لأنه في كل سنة في عنا كسوفين وخسوفين في سنوات بصير ثلاثة لأنه بيجي في شهر واحد أول شهر واحد فالطراري بدي يجي في شهر اطناعش فبصير يا ثلاثة كسوفات يا ثلاثة كسوفات في العام يعني ثلاثة كسوفات وخسوفين أو ثلاثة كسوفات وكسوفين السنة هي اتنين باثنين بالنسبة للكسوف هو ما رح ينشاف بالوطن العربي لأنه هو أساساً مركزه الأساسي رح يكون في نورت ويست يعني هي أستراليا الهند الفلبين أندونيسيا هاي المناطق اللي رح يكون فيها الخسوف أنا رح أحط لكم يعني صور اللي هي أساساً مأخوذة من موقع ناسا يعني مش أنا اللي رح أمصورها إنه الخسوف من وين بيبدأ لوين بده ينتهي وكيف طريقة مساره والوقت اللي رح يمشي فيه يعني زي ما حكيت اللي بده يأخذ معلوماتها الكاملة ومن ناحية علمية على الوكيبيديا طيب إيش تأثيرات الكسوف الكسوف منشعر بضغط بنال من قوتنا وطاقتنا وحتى بيعمل تقلب بالشخصية عندنا لأنه شوي هيك منصير عندنا تقلب بالعواطف تقلب بالعقل بالتركيز معنى يعني ما منقدر نتخذ قرار في هاي الفترة لأنه هاي التقلبات بتسبب قرارات خاطئة دائماً حاولوا قدر الإمكان برضو تبعدوا عن الأوهام تبعدوا عن أي شيء خصوصاً الأشخاص اللي بيشتغلوا بالأشياء الدقيقة هدولا بالأيام هاي بصير عندهم كثير من الأخطاء لأنه هي لها علاقة بالتركيز فعشان هيك بصير فيه بلبلة عند بعض الأشخاص زي ما حكينا امتنعوا عن اتخاذ أي قرار هام أو حاسم بالفترة هاي الابتعاد عن أي التزام عشان ممكن ما تقدروا تنفذوا الامتنع عن شراء حاجية ثمينة شوي منشعر أنه عرضاً للمرض أكتر لأنه هذا بيعمل خلل بالطاقة الجسدية فعشان هيك منشعر بالتعب أكتر ما بنصح جراء عمليات جراحية كبرى إلا إذا كانت اضطرارية جداً في فترة تأثير الكسوف حاولوا أنكم تحذروا من الأدوية خصوصاً الأشخاص اللي بيشتغلوا بالأدوات الحادة أو قيادة المركبات أو سياقة أو الحركة أو الشغلات اللي زي هيك ابعدوا عن الأدوية المهدئة أثناء الحركة عن الكحوليات نهائياً برضو فترة الكسوف غير مناسبة للتحديات والمراهنات وخصوصاً الأمور اللي تطلب جسدياً طاقة جسدية زي الرياضة ما بنصح فيها نهائياً وحتى الأمور اللي بتعتمد على الحظ برضو الحظ بيتخلى طيب بالنسبة للمدة اللي رح يأثر فيها الكسوف على الجميع اللي هي الذروة احنا منسميها اللي هي من يوم ثمنتاش أربعة تبدأ وبتنتهي يوم اثنين وعشرين أربعة ليش لأنه أساساً احنا منقول دائماً عند الكسوف أو الخسوف ثلاث أيام ثلاث أيام قبل وثلاث أيام بعد الفترة هاي الكسوف تأثيره من بداية دخوله لبرج الثور وأيضاً بيستمر لغاية خروجه من برج الجوزاء لأنه جاي بالوسط ما بين الثور وما بين الجوزاء يعني بأخذ البرجين فبأثر على هدول وبأثر على هدول طبعاً مين أكثر الأشخاص العرضة إنهم ينبهم كل الأبراج عرضة إنها تتأثر من هذا الكسوف ولكن موليد أربع أيام آخر أربع أيام من موليد برج الثور وأول أربع أيام من موليد برج الجوزاء هدولة أكثر أشخاص عرضة من تأثيرات الكسوف وهدولة أكثر أشخاص بدهم ينتبهوا خلال الأيام اللي ذكرناها أي واحد طيب الآن بدنا نروح للموضوع الثاني اللي هو تراجع عطارد إحنا أنا لما عملت حلقة انتقال لعطارد لبرج الثور حكيت في آخر الحلقة عن آثر التراجع وإيش أهم الأشياء اللي تنتبهوا منها للأسف الشديد إنه ما زال فيه أشخاص اللي بيسمعوا لا بعض القنوات أنا ما بقول ما تسمعوا ما بقول القاطع القنوات الثانية لا اسمعوا القنوات الثانية وإنتكو عقل يعني أنتو بتميزوا فيه أشخاص بيجو بيضلوا يبعثولي ويقولولي إنه فيه ناس بتقول لك إنه عطارد سريع وصغير وما إلو تأثيرات عطارد أنتو بتبالغوا بتأثيراته يا عمي أنا مش أنا اللي ببالغ ومش أنا اللي بحكي عن هاي هاي من آلاف السنين وهم بحكوا عن عطارد عشان واحد يا الزلمي مش مقتنع في عطارد شايفه صغير الزلمي نظره أكبر بتطلع على الإشي الكبير هو حر ولكن بالعقل وبالعلم وبالمنطق أنا أعطيكو شغلة دائما أكسرع إشي بيأثر على البني آدمين أو على هذا الكون الكوكب بسرعته يعني أسرع واحد القمر فعشان هيك إحنا منذكره في توقعاتنا اليومية بعدين منيجي منتطلع على اللي بعديه بالسرعة منيجي على عطارد لأنه هو يعني كل واحد وعشرين يوم مثلا بعدين منتطلع على الشمس اللي بتقعد شهر بعدين منتطلع على الزهرة ليش لأنه التقعد هي أربعين يوم بعدين منتطلع على المريخ وقعد ستين هم يعني هدولا الأسرع هم أكثر تأثيرا وكل ما زاد بطء حركة الكوكب كل ما يعني أجد تأثيراته بسيطة بالنسبة لأنه أو أجد بالتدريج ما بتجينا هيك طس اللي احنا ما ما فتور راسنا لا السرعة هي اللي بتعطي التأثير الفوري البطيء هو اللي بعطيك إياها على مهل شوية شوية يعني زي زحل زحل ما بيجي والله يبعطيك إياها شوية هيك بسرعة بيعمل لك النحس لا 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 بيجيب لك النحس شوية شوية وبركب لك هي لحد ديت ما ايش يجيب بالآخرة البني أدمين المشتري نفس الشيء كل سنة عشان هيك آثاره منحس فيها أكثر من آثار زحل وبعد مرات يعني من سرعة الآثار تبعة المشتري احنا ما منحس فيها يعني لأنه يومين بدي يأثر على درجتي أو ثلاث أيام بدي يأثر على درجتي بعدين بدي ينتقل أو أربع أيام أو خمس أيام يعني يعني ما منحس بالإيجابية الكاملة للمشتري بعدين هم نيجع الكواكب اللي أكبر واللي أبطأ بالحرك فبالعقل دائما نأخذ الإشي كل ما زادت سرعته كل ما كان نؤذي أكثر أساسا الله يعيننا على الأيام اللي جايين طيب بالنسبة للتراجع احنا حكينا أنه التراجع هذا بيبدأ من يوم واحد وعشرين أربعة وبيستمر لغاية خمسة عش خمسة يعني بده يقعد أربعة وعشرين يوم بيبدأ التراجع الساعة ثمانية وأربعة وثلاثين دقيقة صباحا من صباح يوم واحد وعشرين أربعة بيستمر لغاية يوم يعني يوم خمسة عش خمسة الساعة ثلاثة وستعشر دقيقة صباحا بعدين بده يرجع للحركة الأمامية في نفس برج الثور وبده يظل في برج الثور بحركة أمامية لغاية يوم 11-6 ليخرج نهائيا صباحا 11-6 بخرج نهائيا من برج الثور طيب عطارد هو المسؤول عن كل شيء له علاقة بالقدرة التفكير نقل أفكارنا للغير الدراسة الذاكرة بيتحكم بالاتصالات بيتحكم بالمواصلات ومن صفاته الفضول والعفوية قوة الاتصال والتعبير عشق الحرية قوة التفكير تحليل الأمور كثرة الحركة من أهم الأشياء اللي بتأثر على أي إنسان هي في حال أنه كان منتحس أو كان بتراجع بأثر على الفكر وبأثر على العصبية ما العصبية زيادة عن اللزوم طيب نرجع بشكل مختصر أيش المجالات اللي أو أيش التأثيرات للتراجع أول إشي بالنسبة لتراجع وطارد بأثر على كثير أشياء في حياتنا أهم أشياء تشويش يعني خصوصا بالحوار بالنقاش بالامتحانات بشوشنا بخلينا ما عنا قدرة على التركيز حتى بأعمالنا تراجع وطارد بأثر على الاتصالات على المواصلات ازدحمات والطرق حوادث سير أعطاء الكهرباء أعطاء الأجهزة أعطاء الهواتف تأخير بريد بتناقش شخص بفهمك بطريقة خاطئة الحوارات السرقة لإلها علاقة برضو بالإلكترونيات يعني سرقة تليفونات سرقة سيارات خراب تلف أشياء من هذا الأشياء اللي بتيجي فجائية ومنلاحظة أيضا في فترة تراجع وطارد أنه أعطاء بتصير بشكل مفاجئ جدا في الأمور اللي إلها علاقة بالبيت الأجهزة اللي هي غسالة ثلاجة تلفزيون كمبيوتر مايكروويب أي شيء إلها علاقة بالإلكترونيات منجد أنه فجأة كيف عطل حتى الشواحن والأمور هاي كلها هاي كيف بتعطل أنت ما بتعرف ولكن أطارد الوذبذب الخاصة اللي إلها تأثير على هاي الأمور في فترة التراجع طبعا الأمور اللي إلها علاقة بالبورصة والأسهم والمضاربات المالية والأمور هاي نهائيا ابعدوا عنها حاولوا قدر الإمكان ما تدخلوا فيها نهائيا لأنها هاي أكبر فخ بهاي الفترة لأنه بتتوهى منه آه لا والله هنا هاي هاي بده يرتفع بتلاقي فجأة اللي هو يعني بيجيب لك الحلقة الأخيرة وبيجيب خسارات مالية دائما لأنه ما بتحذر عليه أمتى بيرتفع وأمتى بنزل وشو التقلبات اللي بتصير على مستوى البورصة والأسهم والعملة أيضا في فترة التراجع بتلاقي طلاب المدارس أو اللي عندهم امتحانات آه بيبطل عندهم قدر على الاستيعاب خلص بيبطل لهم رغبة لا بالدراسة ولا بال خلص ما بدهم ما بدهم ولا أي إشي وفي تشويش وبلته بالأمور التانوية وما بيقتنعوا والحوارات بتكون آه يعني سلبية جدا طيب إيش بنصحك أنا بخلال الفترة هاي هاي الترددات اللي بتصير اللي هي الطائقات السلبية وذكرتها بالحلقة السابقة آه بتعمل عملية تراجع على آه هرمون الكورتزول اللي أساسا هو إله تحكم آه بالمزاج والحدية والعصبية والتوتر وهذا وصفاء الذهن والحال النفسية لدى البشر آه بتخلينا شوي مشوشين وغير قادرين على التفكير سليم عشان هيك أنا بنصح الجميع إنهم يتناولوا الأغذية اللي بتنشط وهرمونات السعادة آه اللي هي أول إشي الأشياء اللي فيها فيتامين دال وأيضاً آه آه تشوكولت داكنة الجوز الهند المأكلات البحرية العسل السبانخ الإكتار أيضاً من المواد أو الملح اللي هو اللي فيه مادة اليود الطبيعية عشان تحافظوا على اللي هي عملية الأيد بالنسبة للغد الدرقية وأيضاً اللي هي بديل يعني بتحفز الغد الدرقية أكثر خصوصاً الأشخاص اللي بأخذوا الثايروكسين اللي هو الهرمون الغد الدرقية والله كثير حكيت ماشي بالله اللي يعني مهتم أو اهتم أو استفاد بعض المعلومات وعجبوا هالإشي يحط لايك اللي ما عجبوا بدي يسب علي ينزل يسب بدي ديس لايك ديس لايك زي ما بدكوا أعملوه آه طيب خلينا نشوف إيش الآثار الآن على موضوع الكسوف وتراجع طارد لأنه أمي رح يكونوا في نفس الدرجة والتأثيرات رح تكون في نفس الدرجة فرح نحكي بشكل عام تأثيراته على الجميع تسمع برجك وبتسمع طالعك يعني بتسمع الاتنين عشان أنت تكون عارف إيش اللي بدو يصير على الجهتين برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا التراجع والكسوف رح يكونوا في بيت مالك فعشان هي بتأثر عليك في الأمور المالية ممكن تتعرض لخسارات كبيرة إذا ما كنت منتبه فعشان هي بدك تكون حريص على كل الأمور المالية وتعاملات المالية والعقود ما تراهن وما تغامر في الوضع المالي ممكن أنك تحاول التطالب بحقوق لا إلك وتتأجل أهم إش أنك ما تحاول الدخول بأي عقود مالية أو قروض جديدة ما تكفل أحد ما تسلف أحد فلوس نهائيا في خلال الفترة القادمة ممكن تقع ضحية لبعض الأشخاص اللي ينصب عليك أو يحتالوا عليك عليك ترتيب الأولويات أو تأجيل أي حوار غير مجدي مع المحيطين بك لأنه العصبية رح تغلب على طباعك علاقاتك متوترة رح تكون مع رفاقك بالعمل ممكن ترتكب بعض الأخطاء في آراءك أو أحكامك عشان هيك بدك تتجنب إصدار القرارات وأيضا تتجنب توقيع الوثائق المهمة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا هنا يعني أنت من أكثر الأشخاص اللي رح يضرروا من هذا الموضوع لأنه رح يكون التراجع في برجك عندك يعني عشان هيك بدك تكون يعني بدك تكون حذر من فقدانك أو فقدان الرغبة بالقيام بأي أمر جديد ما تتخذ قرارات جديدة وما تدخل بأشياء جديدة وخصوصا أنك راح تفقد رغبتك في الأمور اللي إله علاقة بتطوير المهارات أو التعلم رغبتك بالقراءة المطالعة ممكن يصيبك اليأس في كثير من المواقف ممكن يحصل معك خلافات في الرأي مع المقربين ممكن يتأدي هاي الفترة لقطع بعض العلاقات بتكون تنتبهوا لأغراضك بشكل جيد ممكن تفقد شيء ثمين يعني فترة فيها بعض الإرهاق والإجهاد عشان هيك تدير بالك من عصبيتك تلهفك سرعة انفعالك عليك انك تتجنب اتخاذ القرارات المهمة زي ما حكينا وكذلك احذر أثناء تنقلاتك لأنه التشويش بكون واضح وممكن تسمع أخبار متناقضة وهاي الأخبار يعني ما تأخذ فيها مباشرة وتندفع لاتخاذ قرارات مضادلة إلها وفي الآخر تكتشف انه حكم غلط أو الموضوع انتقلك بشكل خاطئ برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا هنا التراجع أو الاشي هذا كوكب عطارد اللي بيأثر عليك مباشرة كوكبك وأيضا التراجع والكسوف رح يكونوا في بيت متاعبك عشان هيك علاقاتك بتكون متوترة خصوصا بالوسط المقرب لإلك لسيما بعلاقاتك الوسارية ممكن تكون متمرد على الكثير من الأعراف والتقاليد بهاي الفترة وهذا شيء رح يضر فيك بشكل مباشر حاول قدر الإمكان انك ما تجهر برأيك بشكل انفعالي عشان هذا شيء ما يسبب لك الكثير من المشاكل من علاقاتك لا تفكر بتغيير نمط حياة المحيط بك لانه عادي جدا رح تواجه معارضة كبيرة احذروا من الدخول في مواجهات مباشرة لانها ممكن تتحول لخلاف بتتعرض لكلام في بعض الأوقات ممكن يسيء لك او افشاء بعض أسرارك بنصحك انك ما تهتم لها كثير وتركها لحالها يومين ثلاثة وبتنتهي وبتبان حقيقتك او بيتسكر الموضوع ولكن اذا حاولت انك تواجه اعرف انه الموضوع سيكبر ويخرج عن السيطرة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا الحركة الفلكية كلها رح تكون في بيت العلاقات الاجتماعية بيت الاصدقاء حاولوا قدر الامكان كما تحاولوا فرض رأيكم على الاخرين بالقوة لانه ممكن ان تتلقى مواجهة حادة من بعض الاشخاص في اصدقاء مواجهة 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 فيها فيها بعض التوتر برج الاسد بالنسبة لموليد برج الاسد طبعا هنا التركيز كله رح يكون يعني على السمعة على علاقاتك الاجتماعية بمسؤولينك على علاقاتك بامور الها علاقة بالعمل فعشان هيك بدك تركز على الوضع الاجتماعي على سمعتك حاول قدر الامكان انه تنتبه انه فيه اشخاص ممكن يتأمر عليك بالخفاء يحاولوا انهم يشوهوا صورتك امام الاخرين بدك تضبط اعصابك وتكون حكيم ممكن يحاولوا تقليل من منجزاتك او انجزاتك او اعمالك المختلفة في هاي الفترة كمان بعلاقاتك مع المسؤولين حاول حاول انك ما تطلب ترقيه او تقدم لاي مشروع جديد لانه رح يعني تنصدم من الرد فعشان هيك حاول قدر الامكان تأجل لهذا الموضوع الحديد ما ينتهي تراجع وطارد اقل ما فيها حاول انك بس تنجز اولوياتك تمسك بعملك خلي علاقاتك طيبة مع مسؤولينك وخلي الاولوياتك تكون يعني بشكل مدروس بتميل اهمال مشاريعك بالفترة القادمة وهذا الشيء ممكن يأثر عليك في نطاق عملك وبرضه ممكن تتعرض صمعتك الاجتماعي لبعض الشبهات او معهد الطعن في سمعتك وبدك تنتبه برضو من هاي النقطة عليك انك تتحلى بالصبر برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا القمر رح يكون العطارد والكسوف رح يكونوا في البيت التاسع احدتهم فعشان هيك الاشخاص اللي عندهم امتحانات جامعية او عندهم سفر بعيد او عندهم امور الها علاقة بالهجرة بدهم يركزوا بشكل جيد على امتحاناتهم ما يعتمدوا على الحضوض نهائيا بدهم يركزوا بدهم يدرسوا ما يخلوا اللي هي تقلب المزاج والفتور بالدراسة يبعدهم عن الاشي المهم اه حاولوا اذا بتكونوا تناقشوا تناقشوا بهدوء اللي بدهم يقدموا طلبات للهجرة ما بنصح نهائيا في فترة تراجع وتارد اه بتحس انه الامور بتصير ببطء ممكن تتعطل بشكل كل كل الامور اللي ذكرناها عليك انك تتحلها بالصبر قليلا اذا كان عندك مشروع للتعاقد الخارجي او السفر حاول انك تأجله لبعد انتهاء فترة تراجع وتارد بيكون افضل حاولوا انكم ما تدخلوا باي قضية او محكمة لانه بالفترة هاي ما بتكون لصالحكم حاولوا الانتباه اكثر والابتعاد عن الا مبالاة السلبية عليك الحذر من الوعود لانه بالفترة هاي قل ما يتم الوفاء الوعود يستحسن ان كان انت توعد او تنوعد يستحسن تأجيل السفر اذا ما كان ضروري لا وقت اخر اما اذا كان اضراري فيعني لازم تعمله ولكن زي ما حكينا انتبهوا وما تعتمدوا على الحظوظ بشكل كبير برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا هنا عملية الحركة الفلكية كلها هاي رح تكون في البيت الثامن فعشان هيك كل ما يتعلق بالامور الاموال المشتركة اللي معك شريك فيها ان كان بنك ضريبة تعمين ميراث او نقل ملكيات فهذا كله بتأثر بشكل سلبي فعشان هيك الكثير من المقربين بيحاولوا اظهارك بمظهر الخاسر اي اول نقطة بدك تنتابه لها او بيحاولوا الاساء لا اليك اي فترة غير مناسب لتغيير السكن او شراع عقار او الدخول في محكمة او مطالبة بحق وخصوصا الامور اللي لها علاقة بالمماريث بتجد نفسك مدفوع لانجاز ما تراكم عليك من اعمال لانه بيكون عندك اساسا ما في رغبة للعمل تقلب مع شعور كبير بالعجز وهذا الشيء بيزيد من طيشك وعصبيتك فعشان هيك عندك تكون حذر من هاي النقطة ممكن تسمع اخبار سيئة ومتناقضة بالفترة هاي وتنفعل وهذا الشيء يأثر عليك حاولوا انكم ما تنتقلوا لعمل جديد حتى لو اجاك عرض مغري حاول انك ما تأخذ بالموضوع بشكل مباشر راجع واستشير قبل اتخاذ القرار وينتبهوا على التقلبات الصحية او من التقلبات الصحية اللي بتصير من وقت لا اخر برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا هنا انتو تركزوا معي بشكل قوي وخصوصا انه رح يكون التراجع والكسوف مقابلكم تماما فعشان هيك هذا بيت الشراك المالية والعاطفية فهدول الامرين اللي العاطف والعمل بيكونوا على المحك بسبب التراجع والكسوف مع بعض في نفس الوقت فممكن تنشأ خلافات طارئة لأتفه الاسباب فبدك تكون حذر تضبط انفعالاتك ورغباتك في التعبير المباشر عن رأيك حاول يعني ممكن انك ما تكون محط للإعجاب الآخرين توجه لك بعض الانتقادات أو بعض التلسين أو ممكن كل الأراء والإنفعالات والحب والغراميات كلها هاي تكون ضدك تماما تمفهم بشكل خاطئ عشان هيك بتتأثر صحتك بشكل كبير في هاي الفترة في خلافات ونزاعات مع الشركاء أو مع زوجتك بدك تكون حذر وتكون عقلاني وتعرف كيف تتعامل فيها بشكل منطقي وعقلاني وانتبه من العصبية والحدية وتقلبات المزاج برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا هنا التركيز رح يكون على العمل وعلى الصحة فعشان هيك حاولوا قدر الإمكان انكوا تركزوا على عملكم بشكل جيد حاولوا ما تنتقلوا من عمل لآخر حاولوا تخلوا علاقتكم بزملائكم بالعمل تكون واضحة وبشكل جيد حاول انك يعني تتحامل على نفسك لانك رح تشعر بثقل بالعمل وبانك عاجز عن تحمل المسؤولية وبانه رأيك غير مقبول من الآخرين ممكن يتراكم عليك العمل او تحس بالتقصير عليك الانتباه لصحتك بشكل فعلي حاول انك ما تهمل اي طارق او عارض صحي في هاي الفترة فترة غير مناسبة للقيام باي عمل جراحي او جراء عمليات جراحية طبية او تجميلية اه في توتر بتكون على مستوى علاقاتك مع رفاقك بالعمل حاولوا وتحذروا من الاغلاط الناجمة عن عدم الانتباه في العمل وانتبهوا للامور العصبية اللي هي التوتر والقلق وردات الفعل العصبي اللي ممكن تكون سلبية بشكل كبير برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا هنا التركيز رح يكون على امور اللي هي علاقة بيت العاطفة بيت الحب بيت الابناء فعشان هيك بدك تنتبه بشكل كبير هذا هاي الزوايا او هاد الامور اللي هي التراجع والكسوف بيخلوك تبتعد قليلا عن الاجواء المرحة شوي بتشعر بالاكتئاب تقلب المزاج بتحسن والامور ما بتصير معك بالشكل اللي بدك هي بتصير بطيئة جدا ممكن تتعطل بعض الامور بشكل كلي عليك الصبر قليلا بتميل لاخذ الامور بجدية ولكن مع الشعور بعدم القدرة على التفكير الصحيح عشان هيك ممكن تطلع باحكام خاطئة ما تتخذ القرارات قدر الامكان اللي بيكون عنده اي مشروع او عقد خارجي او سفر حاوله تأجيله حتى الانتهاء فترة التراجع تحديدا وهذا شيء بيجعلك متردد ممكن تسمع خبر غير صار عن شخص قريب لإلك وبرضو الامور بتتعلق بالابناء وبتتعلق بالاحبة حاول ضبط الاعصاب اثناء تعاملك معهم عشان يعني الامور ما تتروح باتجاه تفقد السيطرة عليه بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا هنا التركيز على البيت على العائلة على الاب تحديدا النظام الاسري فعشان هيك هذا الشيء الزوايا هاي تراجع عطارد والكسوف بيجعلوك شخص متشكك في كل شيء ورافض لكل شيء ولكثير من الحقائق او كثير من الامور وهذا الشيء ممكن ينعكس عليك وعلى صحتك بشكل سلبي عليك الحذر من الدخول في اي حوارات ما لها اي جدوى عشان هيك لانه ودك تحذر هاي ممكن تتحول لخلافات واضحة وخلافات كبيرة وما تقدر تعالجها فعشان هيك بدك تتركز انه محيطك العائلي في نوع من انواع التوتر بسبب سوء تفاهم وممكن تتعرض لا ارهاق عصبي بسبب هذا الوضع ما بنصح الاشخاص اللي بيشتغلوا في المجال العقاري انهم يتهوروا ويتسرعوا بالفترة القادمة ابعدوا عن كل امور لها علاقة بالصيانة او بيت جديد او الامور هاي وانتبهوا لاغراضكم المنزلية من الاعطال برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود طبعا هنا هي فترة بنعتبرها سلبية عموما ممكن تشعر خلال هاي الفترة اللي فيها الكسوف والتراجع بصعوبة التواصل ولا سيما بالاخوة والاخوات والوسط المحيط فيك يشعروا الطلاب بعدم الرغبة في الدراسة وبانه كل اللي بيدرسوا ما له اي قيمة ما بيركزوا فيه بتكونوا متهربين من كثير من المسئوليات الملقاة على عاتقكم بتكنوا تنتبهوا اثناء تنقلاتكم خصوصا على الطرقات اثناء قيادتكم للسيارة من الحوادث الطارئة حاولوا عدم الدخول في اي علاقات تجارية اي الفترة ممكن تسمعوا خبر سيء وهذا الخبر ممكن يجعلك متردد او متحيز يبيدفعك لاتخاذ قرارات متسرعة او افشاء اسرار عشان هيك بتكونوا حاذرين من كلامكم ومن مراسلاتكم العصبية والتركيز اثناء الحركة اعطالي السيارات سرقة السيارات الامور هاي هي اكتر شيء بيأثر عليكم اما بما يخص الاشي اللي انا بدي احكي عنه اللي قلت بدنا نأجله لاخر الحلقة طبعا كثير انا حكيت في الحلقة وهي حلقة راح تكون طويلة كثير ولكن فيها كم كبير من المعلومات ان شاء الله انه تستفيدوا منها بتحاليلها او بعلميتها زي ما بدكم يعني طبعا اللي انا بدي احكي عنه اللي هي كل هاي الامور اللي هي الكسوف وتراجعه طارد وزاوية التربيع السلبي اللي بين الشمس وبينه بلوته جاي كلها بنفس التأثيرات يعني بنفس الفترة بنفس الايام عشان هيك كلها بتتصادف وبتجمع مع بعض هذا التجمع كله راح يكون في برج الثور طيب اول ايش بالنسبة لزاوية التربيع هاي حكينا انه هاي الزاوية بالثور اعمال عنف ومواجهات لها علاقة بالنيران والمعادن طبعا الان اللي بدكره كل يوم انها هي راح تظلم اثري من يوم 13 اربعة لغاية ثمانية وعشرين اربعة مش هذا المهم المهم ذروتها انها هي والكسوف وتراجع طارد في نفس الفترة في نفس اللي هي الحم الكبير لهاي زوايا وبتيجي على نفس الدرجات هذا الامر خلاف هذا العنف هو في عنف قادم لا محالة انه في عنف قادم وعنف ممكن يكون العنف هذا مش عنف بس عسكري يعني الامور العسكرية واردة في الفترة القادمة ولكن العنف القادم اللي انا بدي انبهكم منه عنف الحرب المالية عنف الاقتصاد عنف البنوك عنف القروض عنف انهيارات يعني حاولوا انكم تفهموا الاشي اللي انا بقوله بشكل انتوا تحللوا لحالكم لانه انا في بلد ما بقدر احكي بصريح العبارة ايش اللي رح يصير ولكن بتكون تنتبهوا اللي في عمله فيركز على عمله بشكل جيد اللي بيشتغلوا في الشركات الكبيرة شركات الكبيرة في الفترة القادمة رح تروح موظفين على مستوى العالم كل الكبار خايفين على فلوسهم قبل فترة شفنا انه في بنوك اعلنت افلاسها هذه كانت قطرة اللي جاي اوسخ واصعب اللي معا فلوس يجمدها باشي مضمون مثلا الذهب حتى لو بارتفع حتى لو عالي عشان تضمن امان انتقل لشيء اخر اشي مضمون ما بفقد قيمته ترتفع قيمته ما بتنزل قيمته الامر مش بعيد يعني الامر ما رح يوخذ اشهر لاخر السنة والمتوقع والانهيار والضرب الاقتصادية والمشعار في ايش لا 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 الامر سريع في شيء قادم ممكن بخلال الفترة هاي والارجح بخلال الشهر القادم له شهر خمسة لانه في شهر خمسة في عنا زاوية حد جدا طيلة الشهر وهاي الزاوية الها علاقة بالمال والها علاقة بالبنوك والها علاقة بالجيوش والها علاقة ببلاوي فالله يستر ما بقدر اشرح اكثر من هيك حاولت وكثير من الاشخاص اللي بعرفوني لما جيت اتناقشت معهم في الموضوع الولي سعيد ما تغوط في هذا الموضوع لانه هذا الموضوع رح يئذيني انا فقالت لهم ما بقدر انا وعدت الا اني احكي عن هذا الموضوع ولكن انا لمحت واللبيب من الاشارة يفهموا وربنا يستر على الجميع ويحفظ الجميع ويبعد عننا هذا الاذى وهي التأامرات وهي التقلبات اللي قاعدة بتصير شيء مش طبيعي فاللي لازم يصير بنظرهم همه شيء مش طبيعي عشان تستقر الامور عشان صرع السلطة يعني طبعا هسا اللي بدو يسب ينزل يسب واللي بدو يغلط يغلط الحلقة طوية اللي بعرف كثير رغيت كثير الناس بتقول لك احنا مش فاضين ورانا مية الف شغلة بنحضر مسلسلات بنحضر ناس تانية بتحكي عن النجيزك اللي بدو يضرب بالارض والشهب والمش عارف ايش هاي اللي اللي بتصير قاعدة فانتي قاعدة بتحكينا في اشياء يعني بدها تصير ننشرها ونشيرها اه يعني فاللي بدو يسب يسب بدو يحط لايك يحط بدو يحط بديو يطلع من القناة يطلع بدو يشترك بالقناة يشترك انتو حرين اعملوا اللي بدكو هيك منكون انتهينا من اخبارنا الفلكية والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء